بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد حينما ظهرت الصور الفاجعة والتي قيل إنها مسربة وقد تحدثت في تسجيل سابق على أن هذه التسريبات لها مواعيد محددة وفي أزمنة محددة وتستثمر استثمارا معينا لكنها على كل حال شيء يدمي القلب والله لم أستطع النظر إلى الآخر أبرياء عزل يقيدون ويلقى في حفرة مثل أصحاب الأخدود ويطلق عليهم الرصاص من إنسان تافه حاقد وبلا شك ظهر في الصورة المسكين هذا أقول المسكين الوهابية سيقتنصونها كيف يكون مسكين مجرم بلا شك خطير ولكن قصدي مسكين بالنسبة لمن أرسله وصوره أمره بهذا وثم صوروه أو صورته جهة معينة وأرسلت هذا الأمر لا لا معروف يعني الملفات هذه في بلد مثل سوريا كيف تطوى وإذا كان جامع جامع وغازي كان عانوا هم من أكابر مجرميها ومن كبار الجنرالات في المخابرات ولهم تاريخ عريق في الإجرام تمت تصفيتهم وقيل أن الأول انتحر والثاني قيل أن قصفات القوات المتحالفة كل هذا كلام فارغ غير صحيح الملفات المخابراتية تغلق بطريقة العصابات إذا انتهت مهمة الشخص بعد ذلك تتم تصفيتهم القضية ليست هنا والشعب السوري قلت هذا يعني هذا رأس جبل الجليد ما خفي أعظم ولكن الذي آذاني حقا متاجرة الوهابية بهذا متاجرة بشعة قذرة كعادتهم التي ذكرها أبو نواس ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين العقلية الوهابية التي جعلت أهل جزيرة العرب يعبدون الأصنام النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان قد يأس أن يعبد في الجزيرة العرب وجاءت وذبحت أهل حائل وهم في الصلاة وقطعت رؤوس أهل الطائف المسلمين وذبحت الرضع على صدور أمهاتهم بحجة التطهير من الشرك وأقنعوا الناس أن الناس قد كفروا أشركوا لمدة خمسمائة سنة حتى جاء ابن عبدالوهاب هذه العقلية شيء طبيعي تأتي إلى الشيخ البوطي وتجعل كلامه في غير محله وتتاجر به ليوهم الناس أن الشيخ البوطي هو وراء هذا يعني بشار الأسد كان من الأتقية أليس كذلك؟ وكان ينتظر فتوى من الشيخ البوطي حتى يقتل الناس ما هذا الهراء؟ لا 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 إنما هو يستخدم ولم يستخدم أحداً الشيخ البوطي كان شديداً على بشار الأسد أضعاف مضاعفة مما ترى أنت ولكن مذهبه هذا مذهبه أن ينصح الناس أمامهم ليس أمام الحاكم وأن يشتد في نصح الحاكم بينه وبينه هذه طريقته وهذا مذهبه فأنت يعني حاسبه على طريقته ليس على طريقتك هو يرى أن نصيحة الحاكم أمام الشعب هي إثارة لمزيد من البلاء وأيضاً تجعل الحاكم يتمرد أكثر أنا والله الذي لا إله غيره لا أجاوز ما أعتقده حقاً هذا الذي أعلمهم عن قرب من الشيخ البوطي ليس عن بعد الشيخ البوطي أفتى فتوى صريحة واضحة على موقعه وهي منشورة على النسيم الشام حينما ساله بعض الجنود حينما كانوا يكرهون على القتل فقال الحكم الشرعي المعروف لا تفعل حتى ولو أدى ذلك إلى قتلك لأنه ليست نفس أو لا من نفس وهذا حكم الله المعروف وقد ظل وأخطأ فيه بعض الشيوخ الآن وبعضهم من من هو محسوب على الثورة وذهبت إليه في بيته في دمشق في المقيم وقلت له هذا لا يجوز أنت لم تفهم عبارة الفقهاء الشيخ البوطي كان يرى هؤلاء قد عينوا بقرار من الغرب وتم تثبيتهم وما على المسلمين من أهل السنة إلا التحرك في المجال المحدود وهذا المجال المحدود الضيق يحاولون أن يوسعوه من أجل نصرة الدين الشيخ البوطي على يقين تام أن من عين هذا الإنسان لا يمكن له أن يقتلعه إلا لمصالحه هو لمصالح ذلك فهذا الإفك وهذا البهتان وتحميل الشيخ البوطي كلاما لم يقوله بلا شك الشيخ البوطي أخطى في بعض المواقف قطعا وكل كلمة شم منها رائحة المدح لهذا الجيش المجرم الشيخ البوطي قد أخطى فيها عندي خطا قطعيا ولكن عذر الشيخ البوطي أنه لم يطلع نعم أقول لم يطلع على حقيقة ما يجري كان بين نارين ظالم متسلط يدعي رسميا أنه مسلم فيحاول أن يحاسبه على إسلامه حسب المتاح لأننا لسنا في دولة دينية وتحكم بشريعة الإسلام يحاول قدر المستطاع بالأمر بالمعروف والنهي على المنكر ويحاول أن يعني يمنع الحجاب من جهة يأتي في اليوم الثاني في زيارة يأتي قرار معاكس بيعادة الحجاب هذه حالنا في سوريا وحتى الشيوخ الذين في المعارضة من الصادقين يعلمون كلامي هذا وهم ممن كان يدخل للأمر المعروف والنهي على المنكر بنفس الطريقة الشيخ البوطي كان كلامه أن ضياع الأمن في هذا البلد معناه المزيد من الضغط على هذا الشعب من هذا الظالم ومن الآخرين وهذا الذي قد حصل فعلا قص الكلام وأتى بكلمة هنا ثم إيهام الناس بأن الشيخ البوطي هو الذي يشرع لعملية القتل هذه خيانة لله وهذا من الكذب إنما يفثر الكذب الذين لا يؤمنون اعتدنا على كثير من هذا من قبل الوهابية الذين شوهوا أهل السنة والجماعة قاطبة وأوهموا الناس أن الصوفية والصوفية هم أشد الناس محافظة على توحيد الأمة وعلى تحقيق معاني لا حول ولا قوة إلا بالله أو ههموهم أنهم مشركون وأوهم الناس أن الأشاعر ليسوا من أهل السنة وأنهم يقدمون عقولهم على كتاب الله وكل هذا كذب وبهتان جاء ضمن عمليات منهجية فشيء طبيعي أن يأتوا إلى الشيخ البوطي هل عداهم للشيخ البوطي من أجل بشار الأساد لا والله ما صدقوا في لحظة واحدة عداهم لأنهم من أهل السنة أما الشيخ البوطي فمنهجه وطريقته نعلمها عن قرب ليس عن بعد والله الذي لا إله غيره عن قرب شديد جدا أعلم منهجه يرى في هؤلاء الذين جاءوا من طائفة كافرة بعضهم يقول أنا مسلم أو يعجبه أن يكون مسلما فيحاول أن يحاسبه بمقتضى إسلامه وهذا تسجيل جاءت واحدة تبكي إليه واحدة من هذه الطائفة تقول أنا مسلم وقال لي أنت كافرة وجاءت تبكي فهو يقول يا أخي هي تبحث عن الإسلام فهذا قصده ليس قصده أن الطائفة النصيرية هي من الطائفة الإسلامية أبدا ما قاله هذا أكثر من ربما عشرين أو ثلاثين دورة في كلية الشريعة ومن يستطيع أن يبحث في أسلطة الدورات سيجد هذا سؤال الدكتور بوطي متكرر عن معاملة المنافق في الإسلام إنسان يدعي الإسلام فعلينا أن نعمله على الظاهر كانت طريقته الأمر بمعروف أنهي على المنكر وكان يشتد في تحذيره من المخالفات الشرعية هذا مرارا مرات كثيرة أما قضية المحافظة على النظام العام كانت وجهة نظر الشيخ أن الشرط الظالم أقل سوءا من عشرات الشرطة الظلمة والذي قد حصل بعد ذلك ما الذي حصل في التضامن؟ واحد مجرم سفاح يقتل المسلمين بدم بارد على فكرة داعش وأخواتها قتلوا أضعاف مضاعفة لهذا العدد وبدأ من بارد ومن المسلمين الذين قاتلوا بشار كل من قتلته داعش ممن حمل السلاح ضد بشار أسد أتمنى أن يعني يخالفني أحد وأن يقول غير هذا الكلام فكانت هذه طريقته ارتكاب أخفى الضررين اتقاء شدهما وضحى بسمعته ولم يلتفت إلى أحد أخطأ في بعض الجوانب بلا شك أخطأ ما قلت لك أنه مصيب ولكن كان يبغي الإصلاح قال في تسجيل سمعته مباشرة في أيامي قال هذا القرار جاء من الخارج إذا كان قرار داخل سنكون نحن من يقرر وطلب منه عدة إصلاحات فجاء ببعض الإصلاحات وقال إن لم تنفذ هذه الإصلاحات سأخرج معكم أنا سمعته من الشيخ البوطي أنا سأخرج مع الناس إذن حاول قدر المستطاع أن يخفف عن البلد ما المراد الذي اطلع عليه الشيخ البوطي وطلعنا عليه ورأيناه بعد ذلك ما المراد؟ المراد تدمير سوريا إنهاك سوريا إضعاف سوريا وبقى بشار الأسد وهذا الذي حصل جباههم لا تعرف السجود ويأتون في صورة في مكان وشيء آخر ما قصد هذا كلنا يعلم أن مجموعة من العلمانين والملاحدة في بداية الأمر وعلى رأسهم طيب تيزيني رئيس الشيوعية آنذاك المنظر الشيوعية كان على رأس المظاهرات الأولى في المحصورة وهذا بقي له حماية وحصن من ذات النظام لأنه يتبع روسيا قصد هذا الشيء جعلوها في شيء آخر بعد الزمن آخر وفي مكان آخر أما بن باز وهو يعدل نواقض الإسلام التي أخرج بها الوهابين المسلمين من إسلامهم هذا ذنبه مغفور وذلك الذي صاحب زنا ولي الأمر نصف ساعة الهاتف مباشرة على التلفزيون مباشرة كل هذا الترقيح في ترقيح لا الشيخ البوطي ما كان ليرتضي هذا أبدا حتى وجد في الصباح الباكر واحد يقول حتى الشيوخ من المعارضة يعني معارض بشرار والذين حملوا السلاح الذين يسكتون عن الشيخ البوطي هؤلاء أخوانا لاحظ المراد به ماذا لأن البوطي يمثل منهج أهل السنة والجماعة ليس لأنه زل في كلمة أو كلمتين أو أخطأ حرم قتل الناس ولو أدى إلى قتل من أمر بالقتل في تسجيل في فتوى على موقعه موجودة حاول ارتكاب أخف الضررين تطورت الأحداث جدا بعد ذلك والشيخ البوطي ما اطلع على هذا حتى يقره ولو اطلع عليه والله الذي لا إله غيره سيكون أول المستنكرين بشدة لهذا على ما علمته من حاله إذن اتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تخونوا الدين ولا تكذبوا على علماء المسلمين وحصبنا الله ونعم الوكيل